السلام عليكم طلاب الصف الثاني كيف حالكم؟ اليوم سوف نأخذ درس جديد في وحدة جديدة اسمها البيئة لنتعرف على ما هي البيئة وما مكونات البيئة قبل ما نعرف ايش هي البيئة شو مكونات البيئة خلينا نأخذ اول اشي لنستكشف معا عن مكونات البيئة واش هي البيئة طيب يا ميس نشوف هون في عندي سؤال اذهب وزملائي في زيارة الى حديقة المدرسة او منطقة مجاورة لها وارسم ما تشاهده في المكان المخصص مس انا عندي هون اشياء مكتوب الاشياء المكونات الحية وعندي اشياء مكونات غير حية لنفرض احنا في ساحة المدرسة يا ثاني طلعنا على ساحة المدرسة ايش الاشياء الموجودة حية ايش يعني يا مس حية يعني بتتحرك اشياء تتحرك او انها مثلا اشياء تتنفس تأكل او تتحرك هاي يعني اشياء حية اما اشياء غير حية ساكنة ساكنة في مكانها لا بتوكل ولا بتشرب ولا الها مأوى هذا المقصود بالاشياء الحية او الغير حية طيب نتخيل حالنا يا ثاني في حديقة المدرسة ايش الاشياء الموجودة الحية الطلاب احسنتم عندي مس طلاب الطلاب احياء طلاب يأكلون يشربون صح يا مس ويتنفسون فهم من الاشياء الحية ايش كمان عندي اشياء حية ايش في عندي اشياء حية النباتات في عنا بالمدرسة نباتات اذا النباتات كمان من الاشياء الحية مش النباتات تتنفس وتتغذى بتنفس اه ثاني اكسيد الكربون بتعطينا هي اكسوجين وكمان بتتغذى من الشمس تاخذ اه اوراقها بيتغذوا من الشمس ايش كمان في عنا احيانا منلاحظ انه اه مثلا اه قطة مرت صح او منلاحظ انه في عصفور اذا في عندي كمان ممكن انا الاحظ حيوانات عندي حيوانات اذا انا الاشياء اللي حطها في ساحة مدرستي الطلاب نباتات وممكن الاحظ انا حيوانات طيب يا ميس اذا هاي اشياء حية طب اشياء غير حية بالمدرسة ايش ممكن انا عنا الرمل ايش كمان في عندي حجارة ممكن انا لاحظت انه في الرمل اللي منلعب فيها ميس تتذكروه وفي عندي حجارة اذا هاي اشياء الرمل والحجارة هي اشياء غير حية ساكنة غير حية لا بتوكل ولا بتشرب طيب اذا ما مكونات البيئة الحديقة في مدرستي من ماذا تتكون يا ثاني اذا تتكون من اشياء حية واشياء غير حية اذا مكونات البيئة عندي في المدرسة تتكون من اشياء حية واشياء غير حية طيب ما هي البيئة اذا انا ابدأ استنتج ايش هي البيئة يا ثاني البيئة اذا هي المكان هي مكان وما يوجد فيه من مكونات حية وغير حية اذا البيئة هي المكان يعني هسه انت قاعد بالبيت ماشي ه ثاني هسه هذا البيت عبارة عن مكان صح ولا لا اذا البيت هو عبارة عن مكان هسه يا ثاني طبعا انت وانت جالس بالبيت تعمل لي جدول تكتب لي زي هيك أشياء حية وأشياء غير حية وبتشوف لي إيش الأشياء الحية الموجودة مثلا في بيتك وإيش الأشياء غير الحية الموجودة في بيتك أو في الغرفة اللي أنت جالس فيها تفقنا يا ميس هاد معاك واجب إذن الواجب إنك ترسم لي زي هيك مثل الأشياء الحية والأشياء الغير حية من بيتك من بيتك من بيئة بيتك إذن يعني إيش البيئة؟ هو المكان إذن البيئة هي المكان وما يوجد فيه من مكونات حية وغير حية يعني هاي إحنا رسمناهم بيئة مين؟ بيئة المدرسة هسا أنت اللي بدك ترسم لي إياهم من بيئة مين؟ من بيئة بيتك مكان بيتك إذن البيئة تعالي نشوفهم لنتعلم معا البيئة هي المكان وما يوجد فيه من مكونات حية وغير حية إيش يعني غير حية؟ يعني جمادات ما بتتحرك يا ميس إذن الغير حية جمادات ما بتتحرك بحكي عنها غير حية أما اللي بتتحرك وبتوكل وبتتنفس شو بسميها؟ حية تعالي تعرف على المكونات الحية هي الكائنات الحية الموجودة في البيئة مثل الحيوانات والنباتات والإنسان زي ما لاحظنا هون في بيئة المدرسة كان فيه طلاب ونباتات وحيوانات طيب مكونات غير حية مثل إش يميس مثل الماء والهواء والتراب والسخور زي عنا مس هون غير حية في عندي كان إحنا في ساحة المدرسة رمل وحجارة الرمل والحجارة هن من مكونات الغير حية إذن المكونات الغير حية اللي هي زي الماء والهواء والتراب والسخور طبعا هذا هو الواجب اللي معاك يا مس أنت من بيتك أو من نافذة بيتك ممكن ترسم لي مس الأشياء الحية والغير حية الأشياء الحية وغير الحية بترسم لي إياهم مس على دفترك أو على ورقة أو ممكن على كتابك زي هيك وتصور لي إياهم طيب يا مس هيك إحنا بنكون خلصنا درسنا اللي هو البيئة إذن أعرف إنها البيئة هي المكان إذن البيئة هي المكان وتقسم إلى قسمين مكونات حية ومكونات غير حية هذا اللي بدي أحفظه أحفظ إنها البيئة هي عبارة عن مكان ومكونات البيئة هي مكونات حية وغير حية حية مثل الحيوانات النباتات الإنسان وغير حية مثل الماء والهواء والتراب والسخور هذه تكون غير حية يعني يا مس ما بتوكل ما بتشرب ما بتتنفس هي بسميها جمادات غير حية ماشي يا مس؟ وهيك يعطيكم ألف عافية يا ثاني ترجمة نانسي قنقر